انا لما بشوف الفيلم ببقى داخل في حالتين حالة منهم هي اللي وصفتها او زي ما قلتها هي فكرة التوسيق للقضية بدايات عمل العصابات على فلسطين او في فلسطين الاحتلال من بلد لبلد ومن قرية لقرية بس كمان الفيلم ده بياخدني في حتة تانية خالص منها قصة حب اي مش بس مجرد عمل للتوسيق مش بس سياسة مش بس تاريخ هي قصة حب كبيرة قصة حب دعيلة ويونس اي صح اي في يعني الحاجة اللي خلتني او الدال دال دال انا عايز اعمله هي جملة كده في الرواية في بدايتها خالص اللي هو خليل بيقول لليونس انت مش بطل بس عشان يعني انت بطل مش بس عشان كنت مقاتل انما بطل لانا كنت عاشق والعشق ده حاجة هو موضوع هو موضوع الفيلم و موضوع الرواية حقيقة عشق الحب والعشق بتاع انك وطنك الرواية والفيلم اللي اتنين احنا تعودنا دايما انه قصص الحب اللي نقراها او نتفرج عليها في السينما هي قصص الحب المستحيلة يعني اتنين اتقابلوا بايا كانت الطريقة فيعودوا يحبوا في بعض يوصلوا الى نهاية سعيدة او نهاية حزينة مش دي المسألة في باب الشمس الرواية والفيلم هي قصة حب بتاع انتنين متجاوزين وده امر جديد وغريب برضو يعني فهي قصة حب مستحيلة برضو هي عايشة في الجليل وهو عايش مع المقاومة لاجئ في مخيم في مخيم في لبنان فلازم يعدي جبال ولازم يعدي وديان وانهار عشان يعرف يقابلها في السر في المغارة دي فهي قصة حب مستحيلة برضو انا كان مزواني دايما المستغرب بالنسباني واللي حلو بقدر الغرابة انه اتنين متجاوزين بيحبوا بعض ما تعودناش على ده يعني ما تعودناش نقرأ ده في الأدب في الأدب المصري أو العربي بشكل عام ولا تعودنا نشوف ده في السينما بتاعتنا لازم قصة الحب يبقوا اتنين اتقابلوا بمحض الصدفة يعني شكل كلاسيكي عادي جدا وتقليدي لكن واحد اتجاوز البنته وهي زغنطاتة قد كده وكبروا مع بعض وهم متجاوزين عيال وقصة الحب الحب بتكبر بيهم وهم بيكبروا في السن ومتجاوزين فده كان بالنسبة لي حالة جديدة جدا والفيلم عملها مش هقولك عملها خلقها بمنتهى البراءة برضو في حاجة ما عرفش ما عرفش يعني خصة حب بين اتنين متجاوزين يعني انشاء الله كل المتجاوزين يكونوا رب يكونوا بحضوات يعني ايه انما في جانب في جانب برضو كده من الحاجات الملفتة والمهمة في الفيلم لما أم حسن بيقول بتقول أم حسن دي الداية اللي هي برضو جزء من الزاكرة الكبيرة بتاعت الفلسطينيين اللي في المخيمات فبتقوله انت يعني يونس احنا معرفناش يعني ايه فلسطين غير لما راحت مننا ويونس ما حبش مراته غير لما بعد عنا دي يعني دي جملة مهمة جدا احساسك انت دايما عندك الاحساس كده في الحياة انه عادي انا في مصر بتاعتي وانا بتاعها وفلان حبيبتي ولا فلان حبيبي عادي كلها حاجات ايه مضمونة صح انما لو حطيت في دماغك لحظة واحدة انه مفيش حاجة مضمونة انك انت ممكن تخسر تلك علاقتك بالوطن وبالناس اللي بتحبها بتوبا مختلفة جدا انك ممكن تتساب او ممكن الحاجات تفرق بينكم مش الموت انما الموت دا ملوش حل بس يعني انما بتكلم عن الفرق اللي بيفرض عليك او لأي سبب الاسباب انت بتضطر دي هتلاقي ناس كتيرة قوي ما بتكتشفش حبها لمصر لما هاجر لما هاجروا اه بتاعيالي دا احساس مش بس فلسطيني يعني دا احساس احساسك احساس بالوطن الارض الانسان احساسك بان مفيش حاجة بديهية ولا مضمونة دي حاجة الحب علاقتك بالوطن علاقتك بشغلك دي حاجة بتخلقها كل يوم ما هيش حاجة كده نزلت لك وبقت بقت موجودة وخلاص اتعامل معها لانما لا ما هيش كده اذا ما اذا ما جدتهاشت ودلوقت مش عارف زي هتابقى يعني هتموت لوحدها